بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الطرط من العمل اه او تقديم الاستقالة او طرق الوظيفة. هنعرف اهم التفسيرات اللي متعلقة بيه. وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. كمان هنعرف معناه لو شاف الرؤية دي رجل او فتاة ازباء او امرأة متزوجة او امرأة اه مطلقة او اه حامل. اه اولا بشكل عام رؤية الطرط من العمل لما يشوف الرأي انه تم طرطه من عمله او من وظيفته. فتقسير الرأي او عدم تحمله لامانة معينة. كمان لما يشوف انه اه اه تم طرطه من العمل بدون اه السبب. فمعنى كده انه هيتعرض لزلم. اما اه لو كان في سبب لي تركه او فصله من العمل. فمعنى كده انه هينال عقاب على امر معين هو اه عمله. الطرط من العمل من الرموز اللي بتدل على فساد اخلاق الرأي للأسف. اه كمان الطرط التعسفي احيانا بتدل على تعرض الرأي للقهر او للزلم. اه لما يشوف الشخص انه دم اه طرطه من العمل ويشوف انه هو كان بيبكي بكاء اه شديد على اه اه طرطه من الوزيفة. فاحيان بتدل على مروره بمشكلة والمشكلة دي شوية هتكون اه صعبة. كمان لما يشوف انه اه بيبكي بحرقة فاحيان بتدل على ندمه الشديد على ارتكابه عمل او ارتكابه سلوك كان سيء. اه لما يشوف انه تم طرطه من العمل ويشوف انه بيبكي وبينوح وبيصوت فاحيان للأسف بتدل على امر سيء او حدوث امر صعب جدا دي الرأي. اه كمان لما يشوف انه هو اه بيبكي بكاء شديد على تركه العمل فدي مشكلة صعبة هو هيمر اه بيها او طائقة هو هيمر اه بيها. لما يشوف انه تم طرطه من العمل اه وتعرض لزلم او القرار ده كان شوية ظالم ليه فاحيانا بيدل على اه صبر الرأي على ابتلاء معين هو اه يعني اه بيعيشه. وتعرضه لمحنة شديدة. المحنة دي او المواقف دي هتسيب اثر صعب جدا في حياته. لما يشوف انه هو بيعترض على طارده اه ظلم من العمل فمن الرموز اللي بتدل على اتفاعه وعن حق من حقوقه. اه لما يشوف الرأي انه هو بيترت اه من اه وظيفته او من عمله اه ظلم فبرضه من الرموز اللي بتدل على مروره اه بازمة شديدة جدا او اه احيانا اه بتدل على صعوبة اه في اه المال او صعوبة او ازمة اه مالية اه او مشكلة كبيرة هتحصل في اه عمله. اه لما يشوف انه هو حزين على طارده من العمل فاحين بتدل على قلة الحيلة اه ليه الرأي. اه لما يشوف الشخص او يشوف الرأي انه فيه شخص تاني هو اللي بيترت من العمل. لو كان الشخص ده هو عارفه فمعنى كده ان الشخص ده بيمر باوضاع مادية اه صعبة جدا. او بيمر بظروف بشكل عام صعبة جدا. اه لو كان الشخص ده من الاقارب ويشوف ان هو بيترت من عمله فده نقص في المكانة للشخص ده. اه لما يشوف ان الاب هو اللي اه فصل من عمله فده سوق اه احوالهم المعيشية. اه طارد الاخ من العمل فمعنى كده ان الشخص الاخ ده محتاج دعمه محتاج اه مساندة. اه برضو طارد الصديق فمن الرموز برضو اللي بتحتاج ان الصديق ده محتاج مساعدة وباخص مساعدة اه مادية. اه لما يشوف انه فيه شخص ميت هو اللي بيدرت من عمله فده تقسير الرأي في العبادة. اه الرجل لما يشوف ان هو اه بيدرت من عمله او بيفصل من اه وظيفته فده اه نقص في المال. اه لو كان هو داجر فنقص في ارباحه ونقص في المكاسب بتاعته. لما يشوف انه بيدرت في مقابلة عمل يعني هو لسه مشتغلش ده هو لسه بيعمل او مقابلة عمل فده للأسف سوء تصرف من الرأي. اه الفصل من الوظيفة له الرجل من الرموز اللي بتدل على فشله في مشروع معين او في امر معين او اه اه دخوله امر جديد لكن الامر ده للأسف هيفشل فيه. لما يشوف انه بيدرت اه من عمله يمكن بعد عمل طويل. اه فللاسف بتقول له هتعرضه للغدر. لما يشوف انه هو حزين انه هو ترت من وظيفته فده اهم وحزن هيمر اه به. اه طرد شخص هو عرفه من عمله فده معنى كده ان الشخص ده عنده اه طائقة اه اه مادية. لما يشوف انه فيه شخص عادلي او منافس لي هو اللي تم فصله من عمله فمعنى كده انه الرأي هينتصر على الشخص ده. الفتاة العزبية لما تشوف ان هي بتدرت من عملها او بتفصل من وظيفتها فللأسف بيدل على فشلها في تحقيق طموح او تحقيق هدف كانت بتتمنى. لما تشوف ان المدير بتاعها بيدردها من عملها فمعنى كده ان فيه شخص في حياتها الشخص ده متصلت كده ومتحكم كده فيها. طرد زميل من العمل احيان بدل على الوحدة اللي بتمر بيها الفتاة وتحملها لي مسئولية. لما تكون مرتبطة بشخص سواء كان خطبها او فيه مشروع للزواج بينهم وتشوف ان الشخص ده ترد من الوظيفة. فبتدل على سوق احواله بشكل عام. الطرد من الوظيفة للفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل على تعرضها للقهر وتعرضها للزلم. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف انه تم فصلها او طرطها من العمل للأسف من الرموز اللي ممكن تدل على انفصالها عن زوجها. احيانا كمان من الرموز لما تشوف ان هي بتفصل من عملها. احيانا للأسف بتدل على سوق احوالها الصحية. خصوصا لما تشوف ان هي ثابت العمل بسبب ازمة صحية بتمر بيها. اه لما تشوف ان هي بتبكي عن طرطها من العمل ده فده برضو سوق لزروفها المادية. لما تشوف انها رجعت تاني للعمل بعد فصلها فده عودتها لزوجها مرة تانية او تحسن في آآ علاقتهم. المرأة الحامل كمان لما تشوف انها بتطرط من العمل وان هي بتبكي فده تعصر في امورها آآ بشكل عام. لما تشوف ان زوجها هو آآ اللي بيطرط من عمله فدي ازمة شديدة او مهنة شديدة هم هيمروا آآ بيها. المرأة مطلقة كمان لما تشوف ان هي بتطرط من عملها فمعنى كده ان هي محتاجة دعم ومحتاجة مساعدة. آآ لما تشوف ان هي خايفة ان هي تطرط فمعنى كده ان هي بتعيش فترة من القلق الشديد. لما تشوف ان هي طرطت من عملها وبتبكي فده ندمها على الطلاق. آآ لما تشوف ان هي بتطرط من عملها بدون سبب فمعنى كده ان في حد هياخد حق من حقوقها او هيظلمها في فترة معينة. كمان احيانا بيدل على تقصيرها سواء من الناحية الدينية او تقصيرها من ناحية ابناءها. تأكد باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الترد من العمل او الفصل من الوظيفة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردها لكم. بشكركوا جدا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.